اشتركوا في القناة الروتين الصحيح الملائم للسن كما هو ملائم للبشرة فكيف تختارين الروتين الملائم لبشرتك وأهم الوصفات الطبية للعناية بها كل هذا سنتعرف عليه وأكثر مع ضيفة حلقتنا لهذا اليوم دكتورة مروى العذاري سيدة العنية وأخصائية عناية بالبشرة يسعى الصباح جدكتورة من أورتنا أهلا وسيلم بيكم صباح النور عليكم بداية اليوم سنتحدث عن موضوع ممكن أنه كل النساء تعاني منه وبعض الشباب أيضا اللي هو البشرة وإيضا شامعتني بالبشرة بداية هو البشرة بصورة عامة تحتوي على أربع أنواع من أنواع البشرة هي البشرة الجافة والبشرة الحساسة والبشرة المهتلطة والبشرة الدهنية نعم ودائما يعانون أصحاب البشرة الدهنية من مشاكل أداء اللي هي تكون دائما تفرز أفرازات دهنية بالصيف وبالشيطة طبعا موعدهم حلوسط بالإضافة إلى أنه هي بها مساوء وبها محاسب نجي على كل نوع حسب أنه نبدي من الأول إلى الرابع النوع البشرة الاعتيادية اللي تكون ما بها أي مشاكل تكون دائما هي متعادلة الحموضة والقلوية يعني بأشمالتها يكون متوازن هنانا رح تحافظنا على الرطوبة وتحافظنا على جمالها وترطيبها بس بنفس الوقت لازم إحنا نحتاج عناية أو روتين يومي يعني للبشرة حتى إذا كانت هي اعتيادية فإحنا نحتاج إلى الروتين اليومي اللي هو التونر والغسول المناسب إليها نعم ومنها مستحضرات المكاب والتجميل وهكذا نعم أما البشرة الجافة فدائما تحتاج إلى ترطيب كل شيء عالي خصوصا في فصل الشتاء نحتاج إلى مرطبات وسيرامات خاصة بيها أما البشرة الدهنية البشرة الدهنية لها مساء وقلناه محاسن المساء ومالتها أنه هي دهنية وما يثبت البنات ما يثبت عندهم المكاب نهائيا بس بها المحاسن أنه هي يعني تتأخر بالتجاعد ما تطلع التجاعد بصورة سريعة طيب هاي ممكن تحدثتي عن كل أنواع البشرة لكن خلينا نتحدث قبل ننتقل إلى السؤال الآخر ويا ثامر البشرة الحساسة اللي هي الجافة هاي شون هنا يعني حتشل عن هذه البشرة طبعا هذا النوع من البشرة كل شيء يعانون من أي استخدام لأي مستحضر ليش لأنه يصير عندهم تهيج بالجلد فدائما هنا نتحذر من استخدم منتجات تكون بها مركبات عبوية قاسية يعني تكون خالية يعني دائما نلجأ للمركبات والمنتجات اللي تكون خالية من المواد الكيميائية ليش لأنه هي حتكون سنستيف أكثر من باقي أنواع البشرة وبنفس الوقت تحتاج للترطيب ما تقدرين تقو فيها شكل ولا تقدرين دائما تستخدمي لها فتختارين الأورغانيك دائما تكون المنتجات الطبيعية نعم طيب دكتورة أنتي هسا ذكرت أنواع البشرة وشنو الأضرار وشنو المحاسنها الشان أعرف آني بشرتي شنو يا نوع أكو هاي ناس ما تعرف نوعية بشرتها بحي تستخدم سيروم أو تستخدم غسول أو حتى واق الشمس لكن هي ما تعرف شنو بشرتها دهنية ولا جافة ولا مختلطة صح بس نبين البشرة دهنية خصوصا اللي تكون أدهم مفراز بالدهون دائما اللي ما يثبت عليهم أي مكاب البنات هذا يعرف بشرتها دهنية أما الجافة فيها تتقشر دائما وتتأثر بالبيئة يعني بالمناخ مالتنا تتأثر المختلطة اللي يكون هم معدهم التيزون اللي هي منطقة الجبهة والأنف والدقن هذه دائما تكون دهنية والأطراف تكون جافة هذه المختلطة فهو أكوي يعني فد عوامل أو فد أي هاي النقاط المهمة يعني خلالها المشاهد يعرف أنه أنت بالضبط أنه أنت شنو نوع بشرتك جيد طيب بما أنه إحنا مقبلين على فصل الشتات تعرفين بعض البشرة تكون كلش جافة فبعض النساء تعاني من هذا الموضوع أو حتى ممكن أنه شباب شنو ممكن أنه العلاج لهذا الموضوع الترطيب الترطيب من الخارج ومن الداخل أيضا نحتاج إلى شرب والماء بكثرة يعني والغذاء الصحي طبعا كل شيء يأثر على بشرتنا يعني هو يبدو الجمال والعناية من الداخل للخارج يعني لازم يكون نوع غذائنا قيم الفيتامينات والمعادن لازم نركز عليها حتى تعكس على بشرتنا بالإضافة إلى شرب الماء بكثرة والأهم اللي هو الترطيب الخارجي في استخدام السيرامات المخصصة مثلا لنوع بشرتها إذا هي جافة استخدام السيرامات المرطبة أكو أنواع سيرامات وأكو أنواع منتجات تكون مثلا لأصحاب البشرة الجافة والمختلطة والعادية بس أكو مثلا مثل مادة الهيلورونك أسد هذا للترطيب يعني خصوصا للترطيب فأني أستخدم المنتجات اللي هي مخصصة للترطيب ممكن حتى أنه بعض التركبات اللي دن شاهدها أو يبيعوها بالصيدلية في فرق غامة تستخدمي كداевой يعني ماكو أي مشكلة يومي بشكل يومي وهي تكون مادة يعني ماكو أكسبنسيف كلش أو الكريمية أصحاب البشرة الجافة بس مو البشرة الجافة الحساسة من ممكن يتحسسون المواد الكيميائية start Вates التحقن الو gaining ل collaborations خاص أنواع البشرات أو الدهنية والجافة والمختلطة. النساء تختلف عن العناية بالبشرة عن الرجال. يعني المواد اللي يستخدمها تختلف عن المواد اللي يستخدمه النساء ولا ولا نفس الشي. لا هو نفس الشي تقريبا. بس عندك بس بواق الشمس اكتلاف. مرات الرجال يحتاج لهم واقش شمس اعلى يكون الاس بي اف مالتهم الحماية. يعني من ستين الى ثلاثين. كونهم يتعرضون لدرجات حرارة اعلى. اكثر. اكثر بصورة اكثر. بس العناية المطلوبة او الروتيني اليوم المطلوب للنساء اكثر من الرجال. لانه تتعرض دائما للميك اوب للفاونتيش اللي كلها تأثر على البشرة وتأثر على تنفس الجلد. فلازم يكون عناية المرأة اكثر من الرجل. يعني مثلا انت اذا تمشح وجهك بالتونر مرة وحدة. النساء لازم مرتين. هذا على سبيل المثال يعني. نعم. فهالشكل يعني. طيب بما ان انت ذكرت التونر. التونر شنو فاعته للرجال بالتحديد. اه والله التونر يرطب للرجال. يسوي انتعاش للبشرة تنفس الجلد الخلية. الانسي جمالتها ترجع تنفس ليش? لانت نظفتها من الشوائب. يعني انت لو اكوف ادمجهر وشوف الجلد شون ثلاث طبقات شون يتنفس اثناء التونر. يعني تقول بقى نهائين ما اعوف التونر. اعتمد. اي كل شميل. طيب. تعاني بعض النساء كانت بشرتها بيهنمش او ممكن نكلف. وبعض التصبغات. اهنا شو ممكن تتخلص منها? اكو اكو علاجات طبية. واكو ميكسات طبية. خلطات. واكو اجهزة بالحديث هسب التطور والطب الحديث هواية. بس هو احنا خلي نعرف اول السبب. نعم. شنو السبب اللي خلي تصبغات تصير. وخصوصا بنساء اكثر من الرجال. فاكو اطرابات هرمونية. اكو تعرض للشمس بشكل اكثر يعني وكثير. فهنا انت من تعرفين السبب. اكو مثلا بنات ياخذون النساء ياخذون موانع حمل. هاي اطرابات الهرمونية. استروجين والتستستيرون. وهذه الامور كلها تأثر على صبغة الميلانين اللي تظهر بالجلد. نعم. خصوصا بالوجه. بالاضافة الى تعرض الاشعة الشمس لهواية. نعم. فهنا يطلب من عندنا اولا معرفة السبب حتى يعني تبطلين من هذا الشي. نعم. واثنين الوقاية اللي هي مثل الواقع الشمس نهائيا من التركي. نعم. اثلاثة اكو حقا ميزوات ميزو ثرابي. لانواع هواية مختلفة من تصبغات. قلت لك اكو تصبغات حمل يسموها. اكو تصبغات مكتسبة اللي هي من اشعة الشمس. نعم. يعني اكو بروتوكول خاص. طيب. تسلسلين عليه مثلا كل مثلا فلان وقت يعني مثلا كل اسبوعين جلسة. نعم. هذا تستمرين عليه. بالاضافة لكريمات والسيرامات الخاصة بالانتي بيجمينتيشن يعني. نعم. تحارب لك التصبغات. نعم. فهنا هنا نقدر ناتيني. نعم. بما ان احنا مقبلين على فصل الشتاء. والبشرة اللي اكثر تعرضا للتقلبات هي البشرة الجافة. خصوصا التقشير بفصل الشتاء. فاصحاب البشرة الجافة من هسا شنو المفروض يبلشون وشنو يشترون يستعدون لمحاربة فصل الصيف. فصل الشتاء. فصل الشتاء عفوا. طبعا اول شي قلنا احنا نشرب الماء بكثرة. نعم. احنا دائما معتادين انه من ندخل فصل الشتاء ننسى المي. طيب. ما كحر متعطاش ما تشرب مي. بس هاي نقطة كل شي خاطئة. يعني احنا لازم نشرب الماء بكثرة. اولا. اثنيا استخدام الواقي. طبعا يقولون ما كو شمس. الدنيا ده تمطر. انا ليش ده استخدم الواقي. ما لدخل بس هو مهم لانه بيه مواد مرطبة. طيب. وعوامل حماية. فاستخدام الواقي بالدرجة الثانية والاهم طبعا. اثلاثة المرطبات بشكل يومي ومستمر ومرتين باليوم. اصحاب البشرة الجافة المفروض على الاقل انه هي ترطب مرتين باليوم. نعم جيد. طيب خلينا نتحدث عن فئة كلش مهمة اللي هم فئة المراهقين اللي يعانون من البشرة. وتعرفين تطرق لهم تغييرات هرمونية فتطلع لهم حب الشباب وغيرها وهذه الأمور. طبعا. انها شو ممكن يتخلصوا منها بدون مواد تجميلية. بعيدا عن المواد تجميلية. انت قلت هي فئة معينة. نعم. يعني هتكون محددة بعمر. نعم. يعنيها فترة من 14 الى تقريبا من 18 سنة. هنا يستخدم فقط اما واقي شمس. نعم. مخصص للانتي اكني. يعني خاص بحب الشباب. هذا لازم يستخدمه. بنفس الوقت يستخدم الصابونة او الغسول الخاص بهذه الحالة. يعني اكل صابون للاكني فقط واكل غسول للاكني فقط واكل بشرة ذهنية وتجافة حسب. ليش حتى يحارب الغدد اللي تفرز وتتكون له الحبوب. نعم. بدون استخدام اي شيء طبي ممكن يعني يعني. ممكن يتعالج هذا الامر. نعم. طيب هل تعتبر فعلا انه البشرة الذهنية هي من افضل انواع البشرات. صح. بالفصل الصيف وحتى الشتاء يعني. طبعا بصورة عامة. نعم. اولا مرحلة التجاعد المبكرة ما تظهر عندهم مثل اصحاب البشرة الجافة. نعم. ليش لانه هم مرطبين وجههم يعني. اكو غدد ذهنية ترطب الوجه على طول. فما رح يتعرض الجلد الى مثلا جفاف ورح يكون عندها هاي تشقوقات او الخطوط الرفيعة. نعم. فاهنا هذي المحاسن مال البشرة الدهنية قلنا. نعم. مالتها. نعم. فيفضل يعني. هو المفضل يعني. عدل كل البشرة الدهنية من هذه الناحية. اها. حل. طيب. طيب. بعض النساء عدها فسر كلش حلو ببشرتها. اللي هي النساء الكبيرات بالعمر. محافظة على وجهت. يكون لامع. بشرتها جدا جميلة. ناقية. شنو هذه الاسباب. ممكن. ممكن هي بشبابها حافظت على بشرتها وبقى هذا الموضوع. ممكن هي مستخدم مواقع الشمس. نعم. بأمر مبكر. نعم. وممكن ما تترك الترطيب والسيرامات. جاي. وممكن من بعد الثلاثين. اكو. يعني. يعني. فد. 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 يعني. أن أغلب بيجات مواقع التواصل للاجتماعات تنشر منتجات تخص العنايب البشرة أنه توحيد لون، تنزيل تصبغات، كلفنا نمش هالة سوداء وخلال ثلاث يام أو أربعة دام ما صار شي ترجعون ويرجع لكم هاي الإعلان الممول ونشوف فكلا سامر مخف من هاي المنتجات لا صراحة أنا خاف يعني أنا صراحة ما خاف من هاي الشغلات ونشوف أنه حتى بعض المشاهير وحتى يجوز الفنانين والإعلاميين سووا إعلانات بهذه المنتجات شنو يعني تعليقك بخصوص هذا البعض صراحة أنا يعني شخصيا ما أقدر أعلق بهذا الشي لأنني أنا مجربة بس هو كشي علمي أنه خلال ثلاث يام أنت بشرتك من أسمر الصير أبيض ما كفت شي علمي يثبت هذا الشي يعني أنا أعتقد هذا فد أشغلات تجارية ومسميات ولا أكثر يعني ما تنصحين باستخدامها لا طبعا خصوصا السريعة يعني كن بها فد سايد إفكت أكيد طيب ممكن اليوم الحالة النفسية والنظام الغدائي يأثر كل شي هو يعلم البشرة طبعا إحنا قلنا قبل شوية أنه جمال البشرة يعني إحنا نقول دائما مرآة الوجه هي البشرة مرآة الجمال فأنت دائما يكون العناية من الداخل يعني نظامك الغذائي شربك للماء السيترس يعني مرات أتي وجه كل شي حلو ما بي أي شي قلنا الصباح يا أما ضايجة يا أما مخصوصة بس أتبعين بالمرأة تقول أنا شبيه اليوم فهذا السيترس كل شي يأثر على بشرتنا وأكو أمراض ثانية يعني مثلا أمراض الكيلة لا سامح الله تعكس إنه هواية على الوجه هو السبب إنها هاي الهالات السوداء تحت العين جرثومة المعدة دائما تعكس فقتلتش الوجه مرآة الجسم فإحنا هنا لازم نعتيني بغداء شو أنه ممكن نظام الغذائي اللي كل شي هو يأثر على يعني هو أوردي إنه لازم نبتعد عن الدهون والأكلات السريعة والفاست إحنا العراقين تعتقدين رح نبتعد لا طبعا لنه إحنا أسرع شي عندنا هذا فقدر المستطاع أنه أنا مثلا نقلل المسكرة اللي بيها سكريات صناعية نقلل قدر المستطاع أنه نقلل والأساسي والرئيسي هو شرب الماء صراحة نعم يعني كل شي مهم وضروري نعم همسة ذكرت قبل قليل الأنظمة الغذائية والتأثر والغير تأثر الشخص من يجيش أو المراجع وتشوفين أنه عنده فد مشاكل ببشر تسئليه على نظام الغذائي أو تسئليه هل عنده حالة مرضية مزمنة أكيد أسئلة على حالات المرضية اللي عنده أخو منه هستيري كامل حتى أعرف مثلا جزت جان عندها مشكلة عندها سترس أدهفت يعني مخذفت علاج قبل كم يوم أو واقع في حالة مرضية مسبقة فلازم أني أعرف شنو الهستيري مالتها يلا أمطيها العلاج طيب شنو ممكن أنه أكثر الأخطاء اللي توقع بيها البنية بسبب أنه استخدامها لبعض المستحضرات التجميلية واللي موالمت بشاراتها أنه نبتعد كل الابتعاد عن المواد الرديئة رديئة الصنع والجودة فدائما كلما تكون المواد اللي ناخذها عالية الجودة تكون مثلا من صنع معروف فد براند معروف هذا أفضل يعني أنا مو على مود أنه الكلفة أقل أنا أستخدم مثلا واقع شمس أبو على سبيل المثال ألفين دينار ومستحيل هذا بفد إفكت إنجريديانت ماكو يعني هي شي شي هو يعني ما متكلف أبو المصنع حتى يخلي ليش ما دفعالة بهذا المعيار القليل كلش فدائما أبتعد عن هاي المواد اللي هي تكون رديئة الصنع طيب بالأونة الأخيرة شفنا كثير من المنتجات معروضة بالصيدليات أو حتى محال الكوزماتيك شفنا ماركات وبراندات شهيرة موجودة شون شوفين ثقافة الوعي عند النساء بخصوص العناية بالبشرة بالأونة الأخيرة أو بالوقت الحالي لا عندها شوفها كله زين يعني الحمد لله بدت البنات تقرف وتقرأ وتبحث يعني حتى بدوا يعرفون هما شنو نوع بشرتهم وشنو يستخدموا لها يعني هاي الأشياء نزلت بالسوق ويعني صارت لها انتشار كلش واسع وهذا في التقافة كلش حلوة يعني المفروض كلتنا نلتزم بيها ونعتني ببشرتنا بالإضافة إلى أنواني بس أخلي المستحضرات لا بالإضافة إلى الروتين قلت لك اليومي والعناية هو هذا أهم شيء هذا أهم شيء طيب في ظل التطور الطبي ظهرت الكثير من من العلاجات للبشرة منها الهيدروفشال وأيضا اللازر الكربوني وغيرها ممكن مفيدة هذه للبشرة أو ممكن تأثر سلبيا أو إيجابيا شوفي حسب نوع البشرة شنو كانت تعاني يعني أنت مثلا تختل أنا أختلف عنك يعني أنا بشنو أعاني أنت بشنو تعانين هذا يحددها الطبيب المختص اللي يكون داخل هذا المكان يعني أنا من أروح للطبيب دكتور أنا بشرته شنو لي أعاني منه شنو لي أطلق عليه هو رح يحدد لي شنو أستخدم يعني مثلا يحتاج لش فيش العميق هذا الشهر أو يحتاج لش ليزر كاربوني نستخدم البشرة الدهنية بصراحة بعض الأطباء يعني خلص أول ما يشوف المراجعة أنه ما عنده غير حل رأسنا أنه التقشير والتقشير التي تعرفين هو يعني إزالة بشرة أو أول طبقة من البشرة فينطي حتى يعني ممكن أنه شهر أو سبوعين يأخذ إيجازة لأنه تعرفين هذا التقشير طبعا ما يصير لكن ما تعليقت على هذا الموضوع أكيد لا مو صحيح أنه التقشير فد مادة حملية كلش قوية وما يصير إحنا أي شخص يعني نعرض لهذه المادة هذه الأحماض كلش تكون سنستيف على الجلد نعم ممكن سبب حروق يعني أنت إذا ما منتبه أو شفتي فد ضوة أو شمز أو شي حتى إذا أنت داخل البيت ممكن سبب حروق نعم فدائما لازم إحنا نأخذ هذا التقشير تحت إيد يعني اختصاص دقيق جدا نعم وما يصير يعني أي وقت نسويها خصوصا في فصل صحيح من نوعا وممكن نخلي آخر حل هذا الموضوع آخر حل ممكن نخلي للبشر بالضبط يعني آخر الحلول ممكن نستخدم التقشير بس هم يحبون لأن سريع بالضبط ما يريدون يدامون على أنه جلسات أو إناية أو روتين لا أنا أريد بين ليلة ويوم يتقشر وأني أذب جلد وأطلع جلد ثاني وهذا شيء كلش مضر يعني بالتالي أنت ده سوين ارتقاق للبشرة يعني ده تقلل الثكنس ما لاتحث نعم فنخلي آخر الحلول أول نعم طيب أكل يوم يعني رح يزعون من عندي البنات أكو بعض البنات أعطهم اجتهادات شخصية بالبيت يسوون هذه الوصفات من اليوتيوب وهاي يعني مواطن طبيعية طبعا خلطات يعني تخص البشرة وحتى الشعر لكن أكو بعض البنات أو يجوز حتى الأغلبية يعني والبعض يعني تقول لك هي مواطن طبيعية مثلا فاكهة أو زيت ممكن إذا فاكهة مثلا عندك الموز هو يستخدموا للشعر لأن بوتاسيوم يحتوي على بوتاسيوم هو يستخدموا للشعر للوجه ما يضر عادي إذا كانت فاكهة بس إذا أكو فد ميكس معين يعني فد مثلا دهون تكون حارة قطوية ما تتحملها البشرة فهذا ما ممكن ومو كل اللي نشوفه على اليوتيوب صحيح طبعا نعم عجيب صراحة ممكن اللي نشوفه هو صح لازم نعرف المصدر الموثوق لازم يكون حتى نطبق أو إذا كانت في الشيء أورغانيكو بالبيت ما كو أي مشكلة اشتهادات شخصية ممكن أكثر الأشخاص يعانون من الهالات السوداء اللي تحت العين أو ممكن يكون سواة تقعر هذه الأمور شنو ممكن حلها هو شنو سببها نعم شنو سببها عرفها السبب بطل حلها حبيبتي أول شي لازم نعرف أمراض مزمنة يعني مرات تكون حالات مرضية نعم فهذا هنا إش قد ما تخلين للبشرة إش قد ما تحاولين تعالجين تخلين من الكريمات ما رح تفيد ليش يعني أنت عندش حالة مرضية معينة يعني مثلا يأم معدهم كلا يأم معدهم تناظر يأم معدهم جرثومة معدة هواي أمراض داخلية تعكس على بشراتنا خصوصا الهالات السوداء فأول شي احنا نشيك من الداخل إذا ما كو شي فهذا رح يكون سترس وقلة نوم أول شي أنا ضمن نومي السترس أقل له أخذ ميه هواية نعم أستخدم يعني فد مواد وماتيريا اللي تكون خاصة تحت العين أكل الأندر آي خاصة فقط يعني ما تنحط على باقي الوجه نعم فهذه المستحضرات من أستخدمها واني مستخدمة أو مطبقة العوامل الثانية اللي هي شرب الماء وترك السهار بصورة عامة وما عندي مشاكل ولا أمراض مزمنة ممكن نتقل يعني هذا يعني أيضا بالروتين نعم طيب بما أن أنت يعني أخصائها بهذا المجال شونش بالبيت ويا أفراد العائلة هم تنطين الملاحظات نعم والله ملاحظات وأركض وراهم أنت سوي فلان شي أنت سوي أكثر شي زوجي الله يساعد أكيد يقولت أنا تأمان ما لأخذك حاب أنت تعال خليلي لا كل ما أشاف يعني صافنا عليه وقالوا هاش بي شكو يحتاج لك يطبق يطبق يمشي يعني بالنصر يحباي الشغل الحمد لله يحباي الشغل طيب شكرا حضرتك نورتينا اليوم شكرا 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 والتوالدش والمعلومات القيمة ويرب التوفيق والنجاح لحضرتك شكرا جزيلا نعم يا أخو أنا أكو استطلاع عندي الاستطلاع لزميلة غفران طبعا ما هي الكلمة أو الأغنية التي تحب سماؤها كل صباح قبل ما نروح للإستطلاع ما هي الأغنية التي تسمعها بداية اليوم أو كلمة حابة أن تسمعها أن تحبين تسمعها الصباح أنا أحب اسمع الصباح دائما فيروس صراحة أكو أغنية مفضلة للفيروس لا أكل أغاني فيروس تمام تمام همسة تأثر أكيد إيجابيا على الشخص وهذا يأثر على بشرتنا طبعا ما قالت يعني أكيد فيروس كل شي حلوة صباح أو أي أغنية تختار على بالي إنه أنا أحبها أبشرك أظلم مكررتها يعني الأغنية خلاص حلو يعني ماكو شي معين لا أنا حسب ليس عدويا على ذوق ليس عدويا لكن في الصباح أحب الأغاني لهادأ بصورة عاما فيروس أكيد نسمعها بالإذاعة فإذا المشاهدين نحن بعدنا مستمرين إياكم لكن نروح لي زميلة غفران وأستطلاعها ما هي الكلمة أو الأغنية التي تحب سماءها كل صباح إلى هناك وراجعي لكم